وكما قلت في دردشة المساء نصديف الدكتور عباس الوردي أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصادية الشمعية بقلعة الصراغنة معنا الآن عبر الهاتف بعدما تعذر أنه يكون معنا عبر تقنية السكايب الحديث مع الأستاذ عباس الوردي حول معتمدة اللجنة الرابعة للجمعية العامة العمامية كقرار وبالمقارنة لإحاطة دي مستورة المبعوثة الشخصية لقوترش في قضيتنا الأولى قضية الصحراء المغربية يلا سلام عليكم أستاذ عباس السلام أخي الكريم سياة طيبة وتحية عالية لجميع المواطنين من طنجة إلى الكويرة شكرا لك دكتور عباس الوردي شكرا أستاذ عباس تتعرض بأن اللجنة الرابعة اعتمدت قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية اعتمدت واحد القرار دون تصويت يجدد الدعم ديالها للعملية السياسية الجارية هكذا تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزال الإقليمي حول السعراء المغربية ناخد هذه الجملة بداية في صلوفيا وعشر يوم من بعد نمشي لباقي الأشياء اللي ممكن نربطها مع الإحاطة دي مستورة نمشي لهذا الأمر هذا ديال القرار اللي اعتمدتوا اللجنة الرابعة وفيه بأنه القرار يجدد دعمها الدعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من اللي تنطلع إلى كلمة الحصري فهدت حين إلى قرار المحكمة العدل الأوروبية الحقيقة أخي الكريم تقرير بطبيعات الحل اللجنة الرابعة يؤشر مرة أخرى على أن أولا الحل لن يكون إلا سياسيا والحل السياسي معروف لدى أعريبة من المجتمع الدولي وهو مشروع الحكم الذاتي الذي اقترح حول مغرب سنة 2007 على أن قرارات المجلس الأمنة التي دويلت في محتوى هذا المشروع وهذا القرار فيها إشارات وعيدة لمجموعة من القرارات التي وردت على هذا المجلس قرر 25-48-40-2-2-2-2-2-3 وما هو لها من قرارات التي تؤكد وبالملموس على أن مشروع الحكم الذاتي هو من المشاريع ذات الأوليو هو القابل للتنزيل ودي مصداقية وجدية ومقبولية إذن نحن أمام سياسة واقع الحال من جهة واقع الحال يؤكد على أن السيادة هي سيادة المغربة على أراضيه وأن المغرب هو الذي اقترح على أساس إقرانه من الشرعي وإيمانه بالانخراط الله بشرط إلى جانب الأمم المتحدة كمنظمة دولية حكومية حصريا ومصطلع الحصري على أنه لا مجال للتدخل في اختصاصاتها وهذا يفند وكذلك يضحط القرار الجائر الذي اتخذته محكمة لعب الأوروبية مع الأسف يومين أو ثلاثة أيام على تقدير قبل مغادرة أعضائها وعلى هذا الأساس أقول على أن البنية الدولية تقرن القول بالفعل تجاه المملكة المغربية هذا لا نقوله كمغاربة ولا كذلك نحاب المغرب لأننا كمغاربة لكن واقع الحال على أن البنية الدولية قد اقتنعت اقتناعا عميقا لأن الحل السياسي لن يكون إلا على أساس مشروع الحكم والإشادة ليست بالإشادة المجالية لأن وقع الآن الحال على مستوى أقلي من الجنوب العزيزة في الزخلة والعيون فيه إشارات واحدة لأن الدبلوماسية الدولية بطبيعة حال ترابد إلى جانب الدبلوماسية المغربية وتقتنع اقتناعا حديثا عبر بوابة فتح مجموعة من القنصوريات الدبلوماسية على مستواتين عدين الإقليمين العزيزين أن هذا التوجه الدولي يؤكده بالموث على حقية المغرب على أراضيه لا تقسيم ولا غير تقسيم أن أرجع إلى ما قلته أخي الكريم هذا التناقضات التي بحضها هذا التقرير الذي بطبيعة حال جاء على لسان سبعات اللجنة الرابعة فيه إشارة قوية على أن الأمم المتحدة تقتنع اقتناعا جدريا بأن مشروع الحكم الداتي هو الحل النهائي وعلى أن البنية السيادية لا يمكن أن تجد الزعف هو أهم من يعتقد على أن المغرب له سيادة المغرب له سيادة واحدة أو أي دولة لها سيادة واحدة نعم أنه حتى السيبنديم السورة آخر كريم لكي أنه نور الرأيين العام الوطني وكذلك الدولي قد أخطأ لماذا الخطأ؟ وارتب الأخطأ لأننا كلنا باشره نخطأ نعم ولكن الرجل هو مسؤول ومن المامول فيه أن لا يخطأ مثل هكذا أخطأ ثانيا لأنه ارتكب أولا خطأ هذا الخطأ الثاني اللي ربطنا بزيارته لجنوب إفريقيا نعم 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 لم يكن محايدا بزيارته لجنوب إفريقيا هذا أولا نقطة ثانية على أنه قد زار مخيمة العرب تندوف ثم على أنه كذلك استقبل من لدني وزير الخارجي الشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمة بالخارج واستقبل كذلك بحفاوة من لدني شيوخي وعياني ومنبسلي ومنتخبي ساكنة بأقالي من الجنوبية العزيزة كممثلين رسميين للمواطنين المواطنين المغاربة على مستوى المؤسسات والبرافق العمومية وحكل قناعة ناقصة هذا هو تعبير الذي يمكن أن نسقه في هذا الباب لأن الرجل عندما نشهد أو اعتمد على سياسة الكيلبي ميكيالين هذا خطير جدا لأنه مبعوث شخص الأمين عام ومن المفروض فيه الممول فيه أن يكون محايدا الحياد لم يكن في هذا الإحاطة أقل ما أقوله بشيء لأنها إحاطة سيئة أساءت أولا لشخص ستيفن ديمسورة ثم حاولت إجازة على شرعية القانون الدولي العام الذي لا يمكن أن يجزئ السيادة إلى جزئين هذا نقطة ثم كذلك إقران الرجل بميليشيا مفصالية إرهابية بدولة قائمة بالذات ما هذا العبت هذا عبت ثم كذلك أخطأ في نقطة ثالثة عندما عبر على المغرب يجب أن يقوم بالشرح مضامين مشروع الحكم الداتي الله أكبر هذا الرجل وقرارات مجلس الأمن لم تعطيه أشياء الكثير حولها مشروع الحكم الداتي وقرارات واضحات المعالم وأقرها مجلس الأمن وثم اعتمادها من لدون عطاء مجلس الأمن وصوت فيها عليها على مستوى مجلس الأمن إذن الرجل لم يبحث ثم مسألة رابعة التاريخ التاريخ آخر كريم لا ينسى التاريخ فيه بيع التاريخ فيه جذور التاريخ فيه مستعمل واحد الذي كان في استعمل الأقريم الجنوبية العزيزة وهي مملكة الإسبانية وبالتالي فالرجل قد ضرب التاريخ عرض الحائط هذه أولا ثم الرجل لم يثبت حنكته وكذلك بطبيعة الحال توجهه الراسخ من أجل إيجاد حل كما فشل في ملفات أخرى حتى قبل ملف القضيات الوطنية الأولى ثم مسألة أخرى هو أن أنطونيو جوتيريس أعتقد أنه امتعد من إحاطة الرجل لأن خروج أنطونيو جوتيريس متزين والرجل معروف بدماثة إخلاقيه وبكذلك حنكته وصدد سوريه تجاء مجموعة من النزاعات الإقليمة التي لا يحشر فيها ألفه على أدس أنه شخص له مصالح ربما مع هذا الطرف وهذا غير مقبول في شخص مسؤول ومبعوث لشخصين الأمين العامة والممتحدة لأنه عندما نرى هذا العباد وهذا كذلك التطاول على سيادة المغرب ومحاولة فرد حتى الرهانات التي لا وجود لها على عرضي الواقعي وقوبلت بالرفض من لدى المملكة المغربية وحتى كيان تطاول عليه المشكلة الخطر هو أن كيان انفصالي تطاول على سيبنديم السورة ورافض التقسيم وكأنه تقسيم بيد البوليزاريو أو سيبنديم السورة المغرب واضح في توجهاته جلالة الملك محمد السيد حفظه الله أكد غير ممرأة لأن الصحراء في مغريد يوس والمغرب في صحرائه والمغاربة كلهم جميعون وراء جلالة الملك والكل يعنيف المغرب ونظام المغرب والحركة الوطنية للمغاربة الذين حرروا المغرب من قبضة المستعمل الغاشم والإجماع الدولي في إشارة قوية على إشارة عريضة بأن الكل بطبع الحال الأطياف الحية التي تؤمن بالقانون الدولي يتجمع على أن مشروع الحكم الداتي أو تجمع على مشروع الحكم الداتي والأفيض وكذلك الأفضل وأستاذ عباس من اللي تنجي وتلقى أمام واحد تضارب غريب جدا تتقول ما يمكنش واحد شخص بحال ديميستورا اللي هو مبعود شخصي لقوتي راج في هذا الملف دي الصحراء المغربية ويدير هذا الخطأ الفضيع دوزنا ليه نوعا ما بين قوسين دوزنا ليه زيارته إلى جنوب إفريقيا كما حسين بحل بأن الرجل يريد أن يقحم جنوب إفريقيا في هذا النزاع بشكل مباشر وهذا ويحط في موقعها في النزاع كموقع الجزائر نعم فهمناها بحلوك رغم أن المغرب أبدأ رفضه لزيارته لجنوب إفريقيا علاش تزور جنوب إفريقيا علاش لا علاقة لها بقريبا لا جغرافيا لا سياسيا فعلاش تزورها ارتبطا بملف الصحراء ورفض المغرب ورغم ذلك تحدان وزارة يعني أخطاء من هذا القبيل من تنشوفوا احنا اللجنة الرابعة لجمعية العامة للعمم والقرار اللي يصدر عنها كيفاش أنه يزكي ويقوي ويؤكد على الحل السياسي بناء على القرارات المعتمدة لمجلس مجلس العامة من منذ سنة 2007 وإحنا نعرفوا التطور الوحيد اللي كان في 2007 كقرار رهو مبادرة الحكم الذاتي اللي قدم المغرب نعم فبالتالي كل عمر تبناء على هذا التطور الوحيد اللي كان في 2007 اللي هو المبادرة مزيان نعم فبالتالي تنجيو تلقوا هذا شيء كامل تلقوا مجلس العامن قرارات مجلس العامن كيف تترحب الإجراءات المبادرة التي تقوم بها المغرب بشي نهض بحقوق الإنسان وكان في هذا الشيء كان تقرير رسمي. كيف تسمى مجلس العمل النهض بحقوق الإنسان في أقليل من الجنوبية من طرف الدولة المغربية على عين. يتجاهل الرجل كل هذه الأمور وتخرج لنا بإحاطة غريبة جدا. تخيل معي يا أستاذ أن حتى في تقرير اللجنة الرابعة آمار وطالب بإحصاء ساكنة تيندوف وعلى الجزائر أن تساعد وتوفر الوسائل لإحصاء ساكنة تيندوف وهو ما ترفضه الجزائر دائما وأبدا للنية الموبية يعني أشياء كثيرة لخرج فيها القرار القرار لللجنة الرابعة لم يشر ولو بكلمة واحدة للاستفتاء فكيف يخرج الرجل ويقول لك التقسيم أجنق سمس حرمة بالمغرب والبوليزاريو والخطير كما قلت دكتور عباس البوليزاريو ما عنده تتمتيلية باتعة لا على مسوى الاتحاد الأوروبي لا على مسوى الأمم المتحدة لا على أي مسوى كنا عنده تمتيلية صغيرة في الاتحاد الأفريقي وأقيمته نعم نعم فبالتالي كيف للرجل أن يخطئ هذا الخطأ سؤالي دكتور عباس نعم واش نتفق على أنه خطأ أم نتفق على أن الرجل له نيات مبيتة وفي الحقيقة وقع الحال يمكن أن نقرنه بأن هناك فاعل ومفعول به مع الأسف أن مثل هكذا خرجت غير محسوبة من لدى الرجل تقلد مهام استراتيجية عن مستوين الدولي وكذلك البنية والمؤسساتي لا يمكن أن تقبل والشك بطبيعة حال يراود هذا الخروج الغير محسوب من لدون هذا الرجل الرجل المحروف بكاريزة عالية وبثقافة عالية وبتكوين عالي وباحترام كذلك من لدون مجموعة من الأطياف وكذلك المؤسسات الدولية وإلا لم يكن لي يختره الأمين العام والأمم المتحدة لكي يكون من بعضه الشخصي ولكن أكد أجزم على أن هناك مجموعة من الدواخل التي أدت إلى اقتراح الرجل مثل هكذا اقتراحات اعتبارا يمكن من مجموعة من التدخلات الخارجية الجزائرية خصوة بالتكر في هذا الدول لأن هذا تقسيم كان قد طرح في بعض السنون الماضيها ولكن الجزائر تعريف على أن البحث عن موضع قدم للأطلسي أو محاولة بطبيعة التدخل في الحدود السيادية أو حتى في السيادة الداخل المغرب هو مرفوض ذلك تحاول أن تتطاول على السيادة المغربية عبر بوابة ربما تسويخ مثل هكذا حلول فبطبيعة تؤكد من خلال على أن تغرد خارج السرب وعلى أن دولتهم يدول ضلب بعلاقات الدولة لأن كما تحددت في معرض قوله قبل قليل السيادة واحدة لا يمكن أن تكون سيادتان بدولة واحدة ولا يمكن أن نقبل على أن الجنوب تدير دولة والشماء تدير دولة أخرى لا يمكن أن نقبل على أن الدولات يمكنها أن تكون وصفة الدولة التي نشرح في السورة من هذا الباب وليكن بريزالي المؤسسة العسكرية الجزائرية على أن المغاربين يفهمون الكثير في العلاقات الدبلوماسية وعندنا جلالة الملك محمد السادس الدبلوماسي الأكبر والأب الأكبر لجميع المغربية المغاربة له توجهات الدبلوماسية محنكة وهي التي استطعنا من خلالها أن نصل بطبيعة حال سياسة السلفي بن خلف أن لا جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله ولا جلالة المغفور له الحسن الثاني ولا ملكنا المحفوب سيد محمد السادس كلهم يعبرون عن تقدم في تدبير الدبلوماسية المغربية المتزنة والقائمة على احترام أولا حسن الجوار وكذلك المبادئ الإنسية التي تربط الإطار التاريخي بالإطار البنيوي لدولة المؤسسات ثم تمسك للمبدأ الشرعية إن هذا خرق ما بعده خرق أخي الكريم يمكننا أن نقول بشأنه على أنه ضعف الرجل ربما لضغوطات لا يعلمها إلا هو هذا نسأله فيه ستيفن ديم السورة هل تمت ضغط عليه من أجل أن يقول مثل هكذا ترهات لأن هذا يمكن أن يقول هو مبتدئ في العلاقات الدولية مع المغرب صحيح ثم مسألة أخرى أخي الكريم المغرب كما قال رجالة الملك محمد السادس حفظه الله وإيده في افتتاح الدورة التشريعية الحالية نحن قد مررنا إلى السرعة القصوى وربما السرعة القصوى هي التي أدكت الفتيل في بناء مثل هكذا قرارات غير محسوبة العواقب من لدني بطبيعة حال المغرر والمغرر به وبالتالي فالمملكة المغربية كما قال الجنس محمد السادس حفظ الله الحق يعلو ولا يعلو هذا حقنا في أراضينا فالكل يعلم أن المغاربة كلهم يؤمنون في مغربية السحراء وعلى أن المنتظم الدولي واليوم خرج مساعد وزير الخارجية الأمريكي وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تابتة على موقفها بالرغم من المحاولات التي سبقت حتى ما يقول بطبيعة حال الجزائر أن يمكننا أن نخمن ويمكننا أن نتحدث بصوت مرتفع أنا لست بمؤسسة ولا لسان لكن أنا أكاديمي يمكننا أن نفسر ويحل في إطار الرفض بين الإطارين العام والخص أقول على أننا أمام طابة العظمى أصابت الجسم البنيوي لمبعوث شخص الأمين العام الأمم المتحدة الذي كان أمير الفراض في أن يلتزم الحيادة وأن يكون حاطته وأن يعتمد على الأسس القانونية دون الضغوطات ودون كذلك اللجوء إلى حلول هو يعرف ومسبقا على أنه لا يقبلها المغرب المغرب لا يفاوض على الزيال التي أفكر وقلنا غير ممر الآن تقرير الذي بطبيعة الحال ساغته الجنة الرابعة يؤكد لا يذكر لا تقرير البصر ولا غير ذلك من الحلول التي كانت تسوقها الجزائر وكانت تركبوا على مطيتها وإنما يتحدث عن إحصاء أتحدى أتحدى وأقول وبعد الموساط المؤسسة العسكرية والرئيس الجزائري أن يقوم بإحصاء السكينة في مخيم عار تنتمي رقعته إلى رقعة سيادية الجزائرية مع الأسف هذه المخيمات يليست بمخيمة لجوء هذه مخيمة تتعجير وتقصير عندما يقف ستيفن ديمسور على جنيد الأطفال أمام مرأة وعيني ممثل وأنبعوتي شخصي الأمين العام المتحدة فماذا يقول في هذا الباب هذا خرق سافر لحقوق الطفل هذا خرق سافر لالتفاقية الدولية الاتفاقيات روما وغيرها من الاتفاقية التي تحرم وتجرم جنيد الأطفال ماذا يقول في الاغتصاب ماذا يقول في القتل ماذا يقول في السارقة لمساعدات نعم ثانية التي ما فت أنطونيو غوتاريس يذكر بها نحن أمام مؤسسة عسكرية بائدة مع الأسف كما قال جلالة الراحل الحسن الثاني بترينا بسوء الجوار اللهم في هذا الباب أقولها بعلو وصوت بطبيعة حال عن بلادنا كل سوء وأقول كذلك بعلو وصوت على أن الصحراء المغربية وستبقى كذلك وغير نسق في هذا الباب أنه بعد القرار الجائر لحكمة العدل الأوروبية الذي سبق هذا الإحاطة كل فعاليات أقاليمنا الجنوبية من رؤساء الجهات ومجالي الجماعية وشيوخ خبائر وعيات أكدوا لا على مستوى المملكة المغربية ولا على مستوى حتى للجنة الرابعة الترافع الحديثة الذي ينم عن روح الانتماء للوطني من طنجة إدلال الثاني فلا مزيدة على الصحراء المغربية وستيفن ديمستور ربما في الأيام مقبلة سيستقيل لأن أقل ما يمكن أن يقوم بها الرجل اعتبارا لهذا الخطأ الفادح الذي لا يمكن أن يرتكبه طالب في السنة الأولى من جازة في الحقوق على أن يستقل لأنه لم يحترم الحياد والحياد هو أساس مهمه المكان نعم لدن الأمين العام أمم المتحدة نعم عليه أن يستقل لأنه ارتكب خطأ فاضح لا يمكن أن يكون في الأعراف الدبلوماسية الأممية لا يمكن أن يكون ولو كانت من طرف مبتد كما قلت الأساد عباس الوردي أساد على أين نتساءل نتساءل هل هناك رابط أم هي صدفة إلاخذينا بداية بالقرار دي المحكمة العدل الأوروبي القرار الجائر وبمجرد ما اتخذ القرار بعد يومين تقريبا الهيئة القضائية اللي اتخذت القرار غادرت المحكمة هذا واحد متير للشبهة متير للشك متير لأي حاجة أي تساؤل هنا مشروع دي الشك ثانيا إلاخذينا مثلا القرار دي المستورة وحل الحل اللي اعطل حل مجنون ديال لا يزور عن إنسان عاقل ديال تقسيم السحراء المغربية كيف يعني تجاهل كيف أن المغرب جلالة المالك في تقديمه لمقترح الحكم الذاتي قال بأن أقصى ما يمكن أن تمنحه المغرب في طالب عن حل سياسي يرضي لكل أطراف هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أقصى ما يمكن يعني الرجل يعرف بأن القرار قرار المغرب قرار الملك قرار الشعب قرار مكونة المغرب وهذا ولن نزيد عليه عارفها ورغم ذلك طالبا بالتقسيم ولا أخذينا ربطنا العمور بالتدخل ديال ممثل إيران في الجمعية العامة لتكلم على الصحراء المغربية وقال بأنه يدعم ودولة إيران تدعم بقوة الشعب الصحراوي أن يأخذ استقلاله حسب تعبيره إلا بغن نديرو الربط ديال الأحداث والمعطيات ونحن نعرف ديمنسورة كان واحد الوقتين يشتغل هناك مقربة من إيران في العراق سوريا كان مبعود تم وربما تكلي ديمنسورة علاقات قوية داخل إيران ربما عطل فعنا تربط الأحداث دكتور عباس ربط معي الأحداث وشكين شي شوب هاك انشي حاج هاك هو في الحقيقة القرار هو قرار تحوم حوله الشكوك أن تتوالى هذا الأحداث ويختم هذا سيمن ديمنسورة ب لغة التقسيم فتلكم إشارة قوية على أن الرجل ليست له قناعة في توجيه هذا البنية وإنما ربما حيلة عليه توجه من أجل أن يحاول أن يبني عليه بنية مؤسسية على مستوى الأمم المتحدة لأن كما قلت قرب الرجل من مجموعة من الضماء البائدة كإيران وكذلك بطبيعة حال فشله في مجموعة من المحاولات لتقلده مهم سابقة يؤكد مرة أخرى على أن الرجل ليس بالقامات التي يمكنها أن تعطي قيمة إيجابية لي مثل هكذا قضايا استراتيجية محروضة على أنظر الأمم المتحدة نحن لا نسوف الرجل من ذلك وإنما نناقش تصرف الرجل هذا تصرف أرعا أقل ما يمكن أن نقول عليه أو عنه بحفظ ماء الرجل أن يستقيم أنه مسى سيادة دولة لأنه يتحدث عن حل متجاوز لأنه يغرد خارج السرب لأنه لم ينتزل بقرارات مجلس الأمن كان من أحراب أن يتفحص قرارات مجلس الأمن ويعقل على أن هذا الاقتراح لن يقبله المغرب أو غير المغرب إذا كانت أي دولة معنية بمثل هكذا إشكانت بالتالي أقول بصوت مرتفع على أن أنطوليو كان حتيما بطبيعة حال تغاضي على هذا التوجه الأرعن الغير مقبول ويتحدث عن حل السياسي ويتحدث عن البنية التي ركمها المغرب وعن خبرات المغرب وعن حنكة المغرب وعن تراكمات التي أكد من خلالها المغرب على أنه أقصى ما يمكن يقدمه مشروع الحكم الذاتي وعلى أن المغرب ماضي وراء جلالة الملك في تنزيل مشروع الحكم الذاتي مشروع الحكم الذاتي أصبح مسألة واقعية أصبح مسألة أو مشروع له إجماع دولي وأصبح كذلك مشروع له قيمته على المستوى الأممي أراج بزيس الأمن كلها بعد 2007 كلها تشير إلى واقعية ومجدية ومصدقية هذا المشروع وبالتالي فإيران أو غير إيران حتى موقف إيران كان واضحا لأنها تارت تدعو للحل السياسي وتارت تدعو إلى تقرير المصير دائما واضحا لأيين فهي في حتى فرقعتها الجغرافية والجيوسيا معروفة بتخبطتها ومعروفة كذلك بجنوحها ومعروفة كذلك بمحاولة التدخل وأن تحشر نفسها في قضايا لتهم وبالتالي فالتنفيق بين الجزائر وإيران ربما يطرحوا عالمة استفهام في قرار الرجل والتنفيق كذلك واعتراف وتمويل الإيران لمشياء البوليزاريو ومحاولة بطبيعة حال التي تعرفها المتقدمة التي تعرفها قضية حرائن المغرب على المستوى الأمم بعيدة عن إيران إيران هي الآن تخبط في مشاكلها هناك إشكالات مرتبطة بالصراع العربي الفلسطيني ثم كذلك هناك تدخلات إيرانية تجاه إسرائيل إسرائيل إشكالات عريضة دول الموحيد كذلك والمجلس التعاون الخارج لا تتقو في إيران بالرغم من التقارب بين الدول وإيران إيران نظام معروف بعدم ثقته بعدم متوقيته نعم وهو نظام وهو نظام معروف كذلك بأنه دائما يسعى لزرع القلاق نعم ويسعى للمد شيعي في مختلف في الدول العربية نعم 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 دكتور عباس الوردي باش نختم معك نعم في الإحاضة دي مستورا أنا قريتها كاملة في واحد الجزء من الإحاضة دي مستورا حول القضية تحدث على بعض المناوشات العسكرية تحدث على يعني ما يقع بالقرب من الجدار الرملي ويتحدث على حتى أنه في وصفه للضربة الإرهابية الشنيعة التي تعرضت عليها الغادرة التي تعرضت لها مثلا مدينة سمارا تحدث عليها وكأنها سحابة عابرة ما شي شي حاجة نعم من التي تتقرأ الإحاضة دي مستورا حول الهجمة الشنيعة الضربة الإرهابية التي تعرضت لها مدينة سمارا أو محاولة البوليزاريو زعزعت الاستقرار بالحديد والنار في المنطقة تجلقها دي لها واحد لإحاطة وكأنها لا شي وكأنها لا شي في حين أنها كان يوقف عليها على أساس أن ما كان خرق لوقف إطلاق النار من طرف البوليزاريو نعم في الحقيقة هذا واقع الحال ليؤكد على أن السورة من يأخذ بعين الأسفاد على أن البوليزاريو لا تحترم قرار وقف إطلاق النار وتجيز البوليزاريو من لدني الجزائر وأدناب الجزائر والأنظمة البائدة في العلاقة الدولية لكننا الرجل لن يأخذ على عاتقه أن يحلل هذه النقطة التي تشكل عطرة وكذلك حاجزا أمام تقطب البنية الدولية وأمام حل مثل هكذا ميزاعات إقليمية تجيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية لأنها حتى ملف صحرائنا المغربية فبطبع الحال الجزائر تساهم من قريب ومن بعيد في طلق ناتي مجموعة من توجهات من أجل خدمة مصطتها وكذلك أجنالتها وهو بعيد المنال لأن تقوم الجزائر مثل هكذا أفعل ويأتخذ عنها الطرف سيفن ذي السورة وإلى جانب البوليزاريو فهذا خطأ فالح من لدني رجل كان من الفيدي ومن الأشغار فيه أن يتجاوز مثل هكذا ويشير إليها واعتباراً أن كذلك مخرجة مؤتمر مراقش كان على الرجل أن يعتبر على الميليشيات والحركات الاستثارية حركة إرهابية نعم فهل الرجل يدعم الإرهاب عندما يريد أن يقصم بنية تنتمي سيادة دولة قائمة بالباتل سيادة الاعتراف مع خلية إرهابية وفصالية السكان الأصلي لموجودون بأقل من الجزائر نعم ولماذا كذلك سؤال عريض تخشى الجزائر من الإحصاء إذا كانت لا تخشى من الإحصاء فلتترك البنية الدولية تقوم بعملها ولا تفرمله جباح البنية الدولية بالتالي فعندما سينقشع اللثان سنة مجموعة من الحقائق التي ستورد الجزائر أممياً كذلك دولياً وهي الآن متوردة حتى معكم رأيات الدول التي لم تعد تتقسي الجزائر نعم وهو في الحقيقة نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن ألمانيا نتحدث عن إسبانيا الآن ربما روسيا هناك علاقات متشميشة بين المنظر الجزائري وبجموعة من الأنظمة التي تحترم المغرب والتي تحترم جلس المليك والتي تحترم الشهر المغربي وتحترمه كذلك فيها جمع الملاكة المغربية نعم نعم وحتى وحتى الدول الإفريقية ما نتحدث عن دول التي تحدث عن الأوروبي كبريات الدول اللي بدأ بدأ نوعاً ما تشنج في علاقتها مع الجزائر حتى الدول الإفريقية من يتحدث عن مالي ومن يتحدث عن نيجر ومن يتحدث عن بوركينافاس ومن يتحدث عن هذه الدول ها رشت رد الفعل ديال المالي تجاه الجزائر وكيف رفضت أن تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية الأمور تتبلور لعزل حقيقة الجزائر ما يمكن أن أقوله الدكتور عباس وقد تتفق معي في التعبير والوصفة وأن الجزائر الآن أمام الاعتراف الأمريكي بالسحراء المغربية وأمام الاعتراف الفرنسي وأمام الاعتراف الإسباني وأمام الاعترافات الكثيرة جداً أزيد من مئة دولة وفتح قنصليات بأقل من الجنوبية وكيف أن الاتحاد الأوروبي قال لمحكمة العدل الأوروبية بأن العلاقة أو الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الزراعة والفلاحة بخصوص الأقل من الجنوبية هي علاقة وشراكة استراتيجية لا يمكن أن تخضع لحكم محكمة أظن بأن الجزائر الآن تمارس رقصة الديك المدبوح الديك المدبوح أكيد هي حتى ليست في رقصة الديك المدبوح هي تلعب أوراقها لسبق آخراً عشين في علاقاتها الديبلوماسية وفي قضية الصحراء المغربية لأن الجسم العسكري الجزائري تمكن من حقيق لأن أصبح كذلك موقعاً بأن مغربية الصحراء لا نحيدة عنها لذلك يقوم بمتلك هكذا المناورات وهذه المناورات تؤدي في آخر مطاف إلى توريط الشخصيات الدولية وإلى الإجهاز على بطبيعة حال ثقة المنتظم الدولي بسيفندي بالسورة ولا غير سيفندي بالسورة وكذلك بتتبتي وكذلك بتتأكدي لدون مجموعة من الدول التي أجمعت كلها في أغلبها على حجيتي ومسروعيتي الحكمة التي وبأن الجزائر ستمضي إلى حال سبيلها لأنها تعرف جيدا على أن المغرب لن يطرفه ولو في شبرد من أراضيه وأن المغاربة كلهم يلتفون وراء جلالة الملك وعلى أنهم سيدافعون عن أراضيهم وأن التعبئة الوطنية حاضرة وعلى أن المنتظم الدولي يقف إلى جانب المملكة المغربية وعلى أن المغرب لا يرهاب لا الجزائر ولا إيران ولا غيرها له قوته المعلومة وسيدافع عن أراضيه متى دعت الضرورة إلى ذلك وعلى أن الإشارة تعرف وجيدا الجزائر على أنها لا تستطيع أن بطبيعة حال تجهز على ولو شبرين واحدين من أراضي المغربية أن الصحراء مغربية وتتبقى كذلك وأن جلالة الملك عندما قال أن الحق يعلو ولا يعلو ولا يعلو عليه ففعلا مشروع الحكم الذاتي يعلو ولا يعلو عليه وسيبقى كذلك وآخر بطبيعة حال قدمه المغرب الأجلي خلقي مناخ دولي وكذلك إخليمي قادر على تجاوز السعب أرجع إلى كنقطة آخيرة على أن الجزائر يجيب عليها أن تنتبه إلى شؤونها الداخلية وأن لا تستدخل في شؤون الداخلية للدول وما لقالتها مباشرة على أن على الجزائر أن لا تستدخل في شؤونها وعلى أن لا تجيش الحركات الإرهابية وكذلك البنشيات تجيز على أمنها فالمغرب كذلك يعطي الدروس للجوار ولحسن الجوار وكذلك لتشبت بالشرعية الدولية وهذا لن يتني المغرب في الاستمرار في الدفاع عن ديبلوماسيته وعن أراضيه لأن جميلة الملكة واضحة في خطاب خطاع دورة شرعية على أن الفعالية وعلى أن تمكن من منف لذلك فاءات وطاقات قادرة على تقدمه في تدبير هذه النزعة الجزائرية مع الأسف هذه النزعة الجزائرية يوما ولا في محاولة يائسة وبائسة من أجل محاولة الإجاز على الوحدة الترابية للملكة المغربية التي بطبيعة حال لن تتني المغرب ملكا وشعبا في الدفاع عن أراضي كلها من تنجسين مغورة نعم شكرا لك الدكتور عباس اللغضي شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا شكرا إذن واضح الأمور ونختمها نحن بالعقيدة التي في قلوب كل المغرب بدون الستناء كل المغرب المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولا يمكن باتاتا بأي طريقة من الطرق أن تفصل بين الطرفين لا يمكن ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب تحت السيادة المغربية في 2007 بشمين في صرح واحد ضعف من المغرب ضعف أمام القضية ضعف قلة الدفعات أو غير دفعات قوية تاريخية سياسية دبلوماسية كل شي ولكن هذه إشارة مهمة رقصا عرفوه المغرب والليما أعرف هاتفي لا تسحب بأن مقترح حكم الذاتي ربما أنا أعلم من الضعف قدمه المغرب لإنهاء القضية وواجه نعطيهم حكم ذات لا 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 ما تفكر شي بợ الطريقة لا المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي لأقلت من الجنوبية تحت السيادة الكاملة للمغرب مهم ما هذا تحت السيادة الكاملة للمغرب بالفعل حكم ذاتي لأقل من الجنوبية في تقرير مصرهم وتدبير شؤونهم وهذه الأمور هذه المرتبطة يعني واحد البرنامج تلماوي برنامج تدخل في إطار سياسة المحلية عادي بحال كما كنا السياسة كما كنا برامج المحلية العمومية الحكومية بحالك ولكن رأس سيادة كاملة للمغرب للمغرب هذا المقترح اللي تقدم إيمانا من المغربي بالحل السلمي إيمانا من المغربي بالحل السياسي يرضي الأطراف إيمانا بالمغرب بالحوار وقيمة الحوار ودفع بالتي هي أحسن أمرة أبسط الأمور ترفع اللاءات ومرحبا بالحرب إذا جاءت ترفع اللاءات ومرحبا بالحرب إذا جاءت خضنا حرب قبل ذلك في الستينات حرب الرمال مع الجزائر وكنا منتصرين فيها وعطينا للعسكر الجزائري درسا في خيانة العهود أعطيناهم درسا كيف يكون مصير من يخون العهد أعطيناهم درس كيف أن خيانة العهد لا تجلب إلى المصائب وجلبت المصائب على الجزائر خلال حرب الرمال ولم نرضاها في الحقيقة لا نريد قتال ولا نريد سفكا للدماء ولكن لأن الحق حقنا والأرض أرضنا وصياتنا لا تنازل على الأرض العرض هو الأرض رتي موت عليها لوحد لن يكشف الأمر رمالي تجرأت الجزائر وقامت من رمادها الذي خلفه المستعمر الفرنسي بعد الاستقلالها رأى أول حاجة دارت بعد مكت بوع لنا وعطونا الوعود وعطونا الوعود المحمد الخامس والحسن الثاني رحمه ومالله بأنه غادي ديروا دولة المؤايدين ومؤسسة ديالهم من بعد غادي يكون نقاش حول الحدود التي سطرتها فرنسا هكذا وعدونا هكذا وعدونا هكذا وعدت الجزائر الحسن الثاني صبر علينا جلالة الملك إحنا يلا خرجنا من الإنسعمار من دول المؤسسة ديالنا سنجلس على طاولة المفاوضات لإعادة تصطير الحدود لدارة الفرنسا حيث لأن في إعادة تصطير الحدود تنمسان ديالنا تندوف ديالنا وهران ديالنا وقص على ذلك تقريبا السحراء الشرقية رأى تقريبا كلها ديالنا فالملك بحزن الملوك ومهدو الملوك في المغرب العلويين والعجاريس والمرابطين وكل سلاطين يدازوا في المغرب عدنا دائما حسن نية دائما نقابل ونبدأ بحسن النية ولكن من اللي تنقالب علينا الطرف الآخر وتيبي أنت الشيطانيت تنوري والشانس ووقع ذلك في التاريخ مع الموحدين ووقع ذلك في التاريخ مع المرابطين ووقع مع السعديين ووقع مع العلويين ومع العداريسة قبل عدوما الملوك والسلاطين في المغرب تمشي معك بحسن نية إذا انقلبت ينقلب عليك وهذا ما وقع في حرب الرمال تنسينا والرد تنسينا ويقلسوا معنا على طاولة المفاوضات نعاود تصير الحدود فعيد بإعاز منهم سلطة الإعلام الجزائري وبدأ الإعلام الجزائري يخوضوا حربا دنيعة ضد المغرب آو المغرب تتعجب آو شادي الحرب الإعلامية اللي تديروا الجزائريين آو عاونناهم في الاستقلال مديناهم بالسلاح مديناهم بالعموال مديناهم بالرجال جلالة الملك محمد الخامس جلالة الملك محمد الخامس فرنسا قاتله حبس دعمك للجزائر والمقاومة الجزائرية حبس دعمك ونعطوك امتيازات كثيرة جدا كثيرة جدا فرفض رفض وقال مدامة الجزائر مستعمرة وكأن المغرب مستعمرة هذا جلالة الملك محمد الخامس آو وتستقبلون بحرب إعلامية دانية خصيصة تنشر الإشعة بعد الحرب فوجعنا بحملة عسكرية جزائرية على فيقك آو تتسنى الناس قلتوا معك في طاولة المفاوضات تنجمولك على فيقك فما كان إلا الرد صارما النار بالنار تضرب والحديد بالحديد يقرع فكانت حرب الرمال وانتصرنا فيها وشماش يتنقوله افتخار انتصرنا فيها بافتخار في آخر المطاف لا نريد لدم المسلمان يهرق ولكن هو البادئ والبادئ وأضلم للأسف في الجزائر ستعرفنا جيدا أننا أصحاب أرض سنضرع للحكام تعرفون جيدا أننا أصحاب أرض وتعرفون جيدا أننا أشاوس في الحرب ترجمة نانسي قنقر